الثامنة والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية العنوين نسبة التأليف تغلب نسبة الاعتذار وأسبوع اللقاء الرابع شار يبدأ اليوم وابراهيم ينشط على خطب عبداء بلاتينوم إشكاليات التأليف تقرير خاص في سياق النشرة الاتحاد الأوروبي يزيل لبنان من قائمته للسفر الآمن التجديد بالإجماع لمهمة اليونيفل في الجنوب بعد مفاوضات صعبة حسب مدللي قتلى في انفجار داخل معمل لتصنيع الخزنات في برج البراشنة عملية تلحيم لأحد الخزنات شديرات كان في ضغط لهذا الخزان أدى إلى انفجاره لأنه انضغط بكمية زائدة حسب المعلومات الأولية أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي وفصل جديد من العلاقات بين واشنطن وكابل أسبوع اللقاء الرابع عشر يبدأ اليوم ومعه بداية الشهر الثاني على التكليف ولا تزال نسبة التأليف أعلى من نسبة الاعتذار لأن ليس لأن مزيدا من العقد جرى تذليلها بل لأن قرار الانسحاب لم يتخذه الرئيس المكلف بعد وهو انتقل من تعهد بزيارة بعبد يوميا بقصد التأليف إلى مقولة إنه لن يصعد مجددا إلى بعبد ما لم تكن مرسيم الحكومة جاهزة للتوقيع أو على الأقل مماهدة له واضح إلى الآن أن لا موعد للرئيس المكلف في بعبد بانتظار إحراز تقدم نوعي وهو ينتظر اتصالات تتم على خطين داخليا الوساطة التي بدأها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وهو نشط بقوة على خط بعبد بلاتينوم والاتصالات الفرنسية مع كل من الرئيسين وبخاصة مع الرئيس المكلف لحثه على عدم الاعتذار وهذا ما قام به أيضا رئيس المجلس نبيه بري الذي قال لميقاتي طول بيلك لابد والفرج آتن واللواء إبراهيم سينشط بتفويد منه ومن حزب الله وبموافقة رئيس الجمهورية واللواء الناشط بين عون وميقاتي مذن نهاية الأسبوع الماضي يعمل على إعادة التفاهم على حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد بالإضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة وكان مكتب ميقاتي الإعلامي قد نفى ما يتم تداوله من أنباء حول عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي وأكد البيان أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا والرئيس المكلف باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة إشكاليات التأليف في هذا التقرير مع الدكتور جورج ياسبيك ما يجري على جبهة التأليف ليس بريئا وليس محدودا بحقيبتين خلافيتين إنها مناسبة لتصفية وجود الرئيسين رفيق وسعد الحريري المتخم في الإدارة والآلية تقوم على صفقة تبرم بين العهد والرئيس المكلف شبيهة بالصفقة بين ميشيل عون وسعد الحريري وبين ميشيل عون وسامير جعجع والتي أوصلت عون إلى بعبدة وشبيهة أكثر بالتفاهم بين جبران باسيل وسامير جعجع على تقاسم التوظيفات المسيحية الميكرو في الإدارة وبين جبران باسيل ونادر الحريري على التقاسم الماكرو الرئيس المكلف يرفض إلى الآن السير بأي صفقة رغم الإغراءات المعروضة المعروض أولا إعادة تكوين الإدارة المالية من خلال تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامي المعين من الرئيس الراحل رفيق الحريري والمحسوب حاليا على السناء بر الحريري والتوافق على اسم مشترك بين عون وميقاتي مع أرجحية القرار لعون ثانيا إعادة تكوين السلطة القضائية من خلال تغيير إثنين رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز بالتوافق مع أفضلية القرار لعون لتسمية خلف لسهيل عبود وأولوية القرار لميقاتي في تسمية خلف لغسان عويدات ثالثا إعادة تكوين السلطة العسكرية والأمنية من خلال تعيين قائد جديد للجيش يقتريحه رئيس الجمهورية ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي يقتريحه الرئيس المكلف رابعا إعادة تكوين سلطة انترا من خلال تغيير المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت المحسوب على سعد الحريري والإتيان بخلف مقرب من ميقاتي صفقة تدغدغ المستقبل السياسي للرئيس ميقاتي وحضوره في الإدارة وتمهد لميقاتية سياسية تخلف الحريرية السياسية لكن مقابل التنازل عن بعض صلاحيات التأليف وعن بعض الحقائب الوزارية كما ونوعا خاصة تلك المتصلة بالانتخابات النيابية جواب ميقاتي إلى الآن كلا في الأمن أسفرت مساعي تهدئة في مغدوشي إلى عودة الهدوء إلى البلدة فيما لا يزال الجيش منتشرا على الأرض وذكر أنه تم توقيف اثنين من عنقون ثبت تعديهم على أهالي مغدوشي وإلحاق الضرر الجسدي بأحد أبنائها مطارينة الصيدة ودير القمر للموارنة والروم الكاتوليك والأورتوديكس أكدوا تمسكهم بالعيش المشترك كشعار نهائي لا حياد عنه وضرورة تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة صحيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 775 إصابة جديدة بكورونا وأربع وفيات في الساعة الأربع والعشرين المنصرمة وفي آثار كورونا والمتحور دلتا اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إزالة ست دول من قائمة الاتحاد للسفري الآمن وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول سيواجهون قيودا أكثر صرامة مثل إجراءات الفحص والحجر الصحي والدول تشمل لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية صحيا أيضا أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة للإلبي سي أن مصرف لبنان أعطى موافقات مسبقة لعدد كبير من شركات الأدوية لاستيراد أدوية السرطان وقال يعود لكل مصنع في الخارج ومستورد أن يجد أقرب شحنة ممكنة للإتيان بالأدوية حصلنا المصرف المركزي وهو مشكور على ذلك على موافقات مسبقة عدد من الشركات ونحن نعمل هلأ على تأمين الطيران اللازم من أجل شحن هذه الكميات إلى لبنان بأسرع وقت ممكن توقعاتي أنه إلا ما يقدر حدا مننا يبلش يشحن خلال هذا الأسبوع وبعدين إذا بقي الأمور مثل ما هي يعني إذا بقينا نحصل على موافقات مسبقة بيصير في كل أسبوع شحنات مثل ما كنا بالماضي عم نعمل تنضم إلينا الآن في هذه النشرة نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلم عاصي صباح الخير صباح النور مدام عاصي هل الإجراء ببدأ استيراد أدوية السرطان بينطبق كمان على استيراد المستلزمات الطبية على أنواعها؟ لسوء الحظ لا نحن بعد ما تبلغنا شيء أبدا من مصرف لبنان وبعد ما راوح مكانك مثل ما كنا قلنا أردت لكسور ونص ونطرين لنشوف شو ممكن يصير باستيراد المستلزمات الطبية بالأخص أنه كل يوم عم نكتشف أنه في شيء جديد عم بينقاس وما عم نقدر نجيب محلو من ثلاثة شهر لليوم استوردنا نحن ما بقينا ناطرين موافقة المستقى تبع مصرف لبنان استوردنا وبعنا على سعر الدعم وبعدنا بس ما بق قادرين نضل عم نبرم لأنه ما بق في عنا كاش لنروح نشتري للسوق السوداء ونستورد لبينما يكون عطارنا لموافقة المستقى مصرف لبنان كتاب شو رح تعملوا مستقبلاً وهل في اجتماعات مع المعنيين لحل حالة هالموضوع؟ نحن اليوم عنا اجتماع الشركات كلها الشركات المجلس الإدارة النقابة اليوم بعض الظهور بكرة الصبح عندي اجتماع مع معالي وزير المالية وبوزارة الصحة لحتى نطرح الموضوع جدياً لأنه اليوم صار في خطر فعلي على خياة المريض يعني مثل ما هو في إدوية مهمة ممكن توضع المواطن بالخطر نحن كمان يعني عندك مرضة كانوا عايزين دم وما هتفي عندك ليس دم ما قدروا هتطولون دم هايدي قال دكتور أبيض بمقابلة في كتير أمور عم بتصير مش عم مش عم من ما نعيش الشعب اللبناني مثل ما بيقولوا ويليت بس عم من جاذب نلاقي حلول بس صراحة لا راوح مكانك بعدنا صار لك لتشهر ولا حياتها لمن تنادي طيب شو أكتر المستلزمات الطبية المفؤودة من السوق الفرق بين المستلزمات والإدوية الإدوية محصورة نحن 147 شركة وكل شركة ممكن تجيب باعها بتنافس الثانية والثالثة والربعة اليوم عم نتعاون كل اياتنا ضمن الجروب الكبير تبع الشركات يلي نفذ من عنده بسطع الجروب أنا ما بقى عندي مين عنده سلمه كذا عم من جاذب نتعاون كل اياتنا بس صراحة ما فيه أحصي المستلزمات الطبية عم نحكي فوق 8000 أيتم ما فيه يعني ما نقدر نجي نقول انت شو بعد عندك وانت شو بعد عندك هاي دي الوزارة الصحة عملتها ووزارة الصحة عندها بالتفاصيل من كل شركة شو بعد عندها بالستوك وشو بعد عندها بالبلد بس نحن منا مخولين كنا قابل نحصل على هاي دي المعلومات شكرا لنقيبة مستوردين مستلزمات الطبية سلمة عصي نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمين هارون وجه كتابا إلى المستشفيات طلب فيه عدم قبول أي موافقة طبابة أو استشفاء لموظفي عدد من المصارف ومن هم على عاتقهم صادر عن أي جهة ضامنة عامة وخاصة مشيرا إلى أن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي هذه المصارف مضطر إلى تسديد فتورته نقدا عند الدخول تجمع عدد من أمهات وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل النائب العام التميزي القاضي غسان عويدات في بيروت لمطالبته بالعمل على إسقاط كل الحصانات وإيصال التحقيقات في جريمة أربع آب إلى خواتمها والتقى عويدات المعتصمين بناء على إلحاحهم عند مدخل المبنى الذي يقتن فيه أنا متنحم الملف ومش مظبوطة النظرية اللي بتقول لأني متنحم الملف فيني أنا بد بيحيال له شيء بهذه القضية أبدا غلط والبرهان على ذلك حيال له قاضي بيتنحى حتى جلسي ما فيه عين وقال عويدات ردا على سؤال أنه ضد أن يذهب رئيس الحكومة إلى التحقيق لأنه ذهب وقدم إفادته أما مثوله كمدة عليه فدونه دستوريا الإدعاء عليه في مجلس النواب مع إحالته إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وطمأن بيتار الأهالي رح تاخدوا حق عبر الآضي بيتار وتلت إحدى السيدات بينا طالبت فيه عويدات بالكف عن عرقلة التحقيق نحن بنعرف عبسط الأمور ويلي هي أنك أنت راس الهرم بالأجهزة القضائية والعدالة بتبلش من عندك وبتنتهي عندك ما تخلي الظلم يبلش من عندك وما تسيء الأمانة شو لازم يصير أفزع من تفجير المرفأ ولقى متى لازم ننطر شجاعة النيابة العامة التمييزية وتحررها من أفضل المجرمين والميليشيات تتقوم بواجبها وتستعمل كامل صلاحياتها هل كمان ما لك دور بتعيين مساعدك مكانك قضائيا أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غدعون قرارا بالإدعاء على كل من المتهمين بجرم تبييد الأموال وهم ميشيل مكتف وشركة مكتف للتحويلات المالية ومصرف SGBL ورئيس مجلس إدارته أنتون الصحناوي وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي بجرم التواطئ والتدخل في عمليات تبييد الأموال ومايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات وشركة PWC لضلوعها في تقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة واعتبر القرار أن أفعال المتهمين أدت إلى هدم الاقتصاد الوطني وخلصت التقارير الفنية التي استندت إليها عون للإدعاء إلى أن مصرف سوسيتي جنيرال حول حوالي مليار دولار إلى خارج لبنان بعد بدء تدهور العملة الوطنية وأن نسبة تحويلات المصرف تضاعفت عشرات المرات إثر بدء الأزمة كما بيّن التقرير أن شركة مكتف حولت حوالي أربعة مليار دولار ولأن عون لم تتمكن من تحديد مصدر هذه الأموال أو الجهات التي نقلت إليها رأت أن هذه الأموال المجهولة المصدر ينطبق عليها جرم تبييد الأموال وفي أوراق الإدعاء أيضا ما كشفه التقرير من أن بانك البحر المتوسط تضاعفت تحويلاته ثلاث مرات بعد اندلاع الأزمة لكنها لم تدعي عليه بانتظار التوسع بالتحقيق وأحالت عون الملف إلى قادة التحقيق الأول في جبل لبنان إن أولى منصور يشار إلى أن القاضي عون تابع تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج بالرغم من قرار المدعي العام تميزي غسان عويدات بكف يدها وتعيين القاضي السامر ليشع قاضيا أصيلا للنظر في هذا الملف وتعليقا على قرار الإدعاء أصدرت شركة مكتف بيانا أشارت فيه إلى أن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضي عون لا صلاحية لها أصلا للتحقيق في هذه القضية بعد أن كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة تميزية ومجلس القضاء الأعلى جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية بعد هذا الفصل الأدوية مخزنة في المخازن والمستودعات والمواطنون يتسكعون على أبواب الصيدليات فأين العقوبات القاسية على المحتكرين والمهربين ومن يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي ومعنيين الثلاثاء بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان نقطع السطر أزمة المحروقات مكانك راوح وسفينة الوقود الإيرانية تواصل الإبحار باتجاه لبنان جوزيفين أبي غصن في جديد النفط الإيراني إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه طالما استمر لبنان بالطلب ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد وقال خطيب زادة أن الدولة الإيرانية هي التي تكرر لأي جهة تصدر النفط مشددا على أن الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر محليا أزمت المحروقات على حالها من التخبط والطوابير أيضا على حالها رغم المعلومات بإفراغ كميات لبأس بها من البنزين تكفي لمدة 15 يوما كحد أدنى ورغم تأكيد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شأرة أن بواخر الفيول تصل تباعا وتفرغ الحمولة إلا أنه قال أن الأزمة ستستمر طالما سياسة بيع الجالونات ناشطة في السوق السوداء من دون أي محاسبة مشيرا إلى أن 40% من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفا من التوترات الأمنية التي تحصل في بلدة حدث الجب في قضاء بشري اندلع حريق كبير مساء أمس في محطة الشدراوي للمحروقات بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال جالونات بنزين موجودة في المحطة التي كانت لا تزال قيد الإعداد ما أسفر عن إصابة صاحب المحطة جزاف شدراوي وشقيقه بجروح وهذا الصباح صدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية وأصبحت كالتالي بنزين 95 أكتان 126600 ليرة 98 أكتان 130800 ليرة مزوط 98100 ليرة لبنانية وزير الداخلية محمد فهمي اعتبر أن الحصار المفروض على اللبنانيين من قبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقل تأثيرا عن الحصار الخارجي وأشار في حديث للجمهورية إلى أن القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تستخدم لتخزين المواد المحتكرة بمعزلين عن الانتماءات أو التجواجهات السياسية لأصحابها وحذر من أن نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرا تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية منبها إلى أن المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكلان خط الدفاع الأخير عن الدولة وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة في برج البراجنة وقع انفجار داخل معمل الشام لتصنيع الخزنات ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى رئيس البلدية عاطف منصور تحدث لصوت لبنان عن فرضية التلحيم لا شك فازع طلقتها برج البراجنة أودت بحياة أشخاص صاحب مشغل لتصنيع الخزنات والشديارات والأفران بالإضافة إلى اثنين من العمال وتضرر العديد من السيارات المجاورة بالمحل الحادثة ما فينا نستبقى التحقيقات اللي ما زالت جارية حتى اللحظة ولكن المعلومات التي رشحت من هنا وهناك أنه عملية تلحيم لأحد الخزنات الشديارات هذا يتلحيم عادة بمواد أو عملية كان في ضغط لهذا الخزان أدى إلى انفجاره لأنه انضغط بكمية زائدة حسب المعلومات الأولية تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2591 الذي مدد بموجبه ولاية اليونيفل لسنة أخرى وأعلنت مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة أمل دل لي أنه تم التجديد بالإجماع لمهمة قوات اليونيفل في لبنان بعد مفاوضات صعبة وشكرت جميع أعضاء مجلس الأمن وخصوصا فرنسا ولأول مرة تضمن القرار الدولي طلب مجلس الأمن من اليونيفل اتخاذ تدبير موقعة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي لمدة ستة أشهر ديبلوماسيا يستعد لبنان لاستقبال وفد الكونغرس الأمريكي المكلف بحث المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني فضلا عن الأزمات السياسية والمالية والمعيشية والنفطية التي يعاني منها لبنان في محلياتنا أيضا من المقرر أن تبحث لجنة المال والموازنة النيابية اليوم إمكانية رفع سعر دولارات المودعين التي تحرر من المصارف بالليرة اللبنانية بهدف تقليص الفارق عبر اقتراح تعديل مضمون التعميم رقم 151 ليصرف الدولار الواحد على سعر 10 ألاف ليرة بدل 3900 في إطار تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني ألزم وزير الاقتصاد والتجارة روول نعمي كل فرن الإبلاغ أسبوعيا عن جدول بأسماء موازعي ربطات الخبز المعتمدين لديه مع مجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموازعين وداخل الصالة الأمر الذي رفضه اتحاد نقابات المخابز والأفران في التحركات بدأ سائق الشاحنات في مرفأ بيروت إدرابا عاما اليوم بدءا من السادسة من هذا الصباح وذلك للمطالبة بتصحيح الرواتب أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في خلال سبعة عشر يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهيدها التاريخ الأمريكي وقال إن القادة العسكريين أجمعوا على أن إنهاء مهمتنا في أفغانستان أفضل لحماية أرواح الأمريكيين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أعلن بدوره أن المهمة الأمريكية العسكرية في أفغانستان انتهت وبدأ فصل جديد من علاقة واشنطن مع كابل البنتاجون أعلن أن عمليات الإجلاء من مطار كابل انتهت في التاريخ المحدد لها أي اليوم وليس قبل ذلك وقال نحتفظ بحق ضرب أي تهديد إرهابي في أفغانستان مضيفا أن طالبان ساعدتنا في تأمين المطار والجهد الذي بذلته كان مفيدا لنا تزامنا أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر منظومة دفاع صاروخي كرام في مطار كابل بسبب صعوبة تفكيكها وزير الخارجية القطري أكد أن طالبان على استعداد لاتخاذ خطوات لا تعيد أفغانستان إلى العهد القديم ورأى وجوب أن يكون هناك إجماع دولي بشأن مسألة الاعتراف بحكومة تقودها إلى الصفحة الرياضية مع رومين طنوس صباح الخير بأخبارنا لليوم خرج دومينيك كالفر توين من قاومة المنتخب الإنجليزي بالتصفية الأوروبية المؤهلة لموديال كتر 2022 بعد تعرضه لإصابة بالفقد وبإخبارنا لليوم أيضا أعلنت معلومات صحفية سعودية أنه إدارة نادي النصر ستعلن قريبا عن صفحة ضم اللاعب لبرازيلة أنسيل موديمورايس للوحدة على صعيد آخر تعيد الفرائي منتخب السيدات تونس ومصر 2-2 وذلك بإطار الجولة التالتي والأخيرة للدور الأول من منافسات كأس العرب لسيدات كرة الكدم محليا أكدت معلومات عن تعاقل فريق بيروت لكرة السلة مع النجم أتار ماجوك بالفترة الحالية ويذكر أنه ماجوك كان قدم ضم إلى صفوف الحكم والهمانت من سابقا وشارك مع المنتخب اللبناني كمجنس بالاستحقاقات الدولية وبالصفحة المحلية أيضا وضمن منافسات الأسبوع الثاني من فعالية بطوط الدرجة الثانية بالدور اللبنان لكرة الكدم انتهت المباراة على ملعب كفرجوت بالتعايد والسلب 0-0 بين الأهل الصيدة والراسينج وقد انتهت المباراة على ملعب الحمدون بفوز النهضة برليس 1-0 على شباب مجد العنجر كما انتهت المباراة على ملعب بلدية صور بفوز سبورتينج لقليلة 4-0 على الاجتماعي الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية كان في هذه النشرة نسبة التأليف تغلب نسبة الاعتذار وأسبوع اللقاء الرابع عشر يبدأ اليوم وابراهيم ينشط على خط بعبداء بلاتينوم إشكاليات التأليف في تقرير خاص في سياق النشرة الاتحاد الأوروبي يزيل لبنان من قائمته للسفر الآمن التجديد بالإجماع لمهمة اليونيفيل في لبنان بعد مفاوضات صعبة حسب مدللي قتلى في انفجار داخل معمل لتصنيع الخزنات في برج البراجنا عملية تلحين لأحد الخزنات شديرات كان في ضغط لهذا الخزان أدى إلى انفجاره لأنه انضغط بكمية زائدة حسب المعلومات الأولية أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأمريكي وفصل جديد من العلاقات بين واشنطن وكابل النشرة انتهت نشكر لكم إصغاءكم ترجمة نانسي قنقر